بسم الله الرحمن الرحيم والسلامة والسلام على شوف المرسلين السلام عليكم وإحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 181.2 في هذا الدرس الجديد أريد مشاركة معكم برنامج جميل جدا وفعال في إضافة سرعة نوعا ما مقبولة للأنترنت على حاسوبك وظيفة هذا البرنامج أنه يقوم بسحب سرعة الأنترنت بشكل كبير جدا من الشبكة التي أنت متصل فيها بطريقة يمكن لك مشاهدة فرق ويتوجد أداة في البرنامج تقوم بقياس سرعة الأنترنت على حاسوبك يمكن لك عمل قياس لسرعة الأنترنت قبلها وبعد استعمالك للبرنامج حتى تقف أمام فعالية البرنامج أحبابي في الله هذا كل ما عليكم فعلا تحميل البرنامج عبر الرابط الذي سوف أعضع عليكم أسفل الفيديو بعد تحميله تقوم بفك الضغط عليه على الملف المضغوط ثم تقوم بتثبيت البرنامج وبعد استبيته سوف يعطيك إيقونة بهذا الشرك على سطح المكتم لأقوم بتشغيله مباشرة وهذه الوجهة الرئيسية الخاصة به طبعا برنامج مشهور لهذا بعد فتح البرنامج أدعوكم لقياس سرعة الأنترنت على حاسوبك قبل تفعيلك لخاصية تسريع الأنترنت على البرنامج حتى تقف عن الفرق قبل وبعد استعمالك للبرنامج إذا كانت فعلا سرعة الأنترنت قد تمت رفعها وغير ذلك لذا تقوم بالضغط على كونكسيون سبيد ونحبابي في الله على اساس حساب سرعة الأنترنت أو قياس سرعة الأنترنت على حاسوبك تضغط على ستارت ثم تنتظر قليلا لحينما يتم قياس سرعة التحميل والرفع أحبابي في الله لذا ننتظر قليلا طيب يعني بعد أن تمت قياس سرعة التحميل والرفع كما سوف تشاهدون في سرعة التحميل 596 كيلو بايت في الثانية الحين وأيضا على مستوى الرفع يعني 70 كيلو بايت في الثانية لهذا بعد أن نقوم بقياس سرعة الأنترنت قبل استعمالك للبرنامج على حاسوبك تقوم بحفظ هذه الإعدادات حتى تشاهد يعني إذا تغيرت أو شيء يعني إذا أضاف البرنامج شيء لسرعة الأنترنت على حاسوبك أو غير ذلك يعني حفظ هذه الإعدادات ثم أقوم بهذه التغييرات التي سوف أقوم به الحين أحبابي في الله تقوم بالضغط على هذا الخيار الثاني تضغط على yes ثم تنتظر لحين ما تنبتق لك نافذ بهذا الشكل ويعني تقوم بوضع هذه الخيارات أحبابي في الله تقوم بالضغط يعني وضع الخيار الثاني الموجود هنا أحبابي في الله ثم الخيار الثالث ثم تضغط على ok بعد الضغط على OK سوف تنتظر قليلا وسوف يطلب منك عدد تشغيل للحاسوب لا تتردد في عدد تشغيل لحاسوبك بعد ذلك تقوم بالضغط على Connection الاختيار الأول ثم تضغط على Next تحاول التسريع حتى لا نستهلك الوقت أكثر يعني تختار هنا نوع الاتصال بالأنترنت ثم تضغط على Next تضغط على Next تختار هنا أحباب في الله الاختيار هذا أو حسب اتصالك بالأنترنت فسوف أختار أنا شخصيا Wi-Fi 2 يعني أستعمل ملتقية الشبكات Alpha بعد ذلك تقوم بالضغط على Next ثم تختار الاختيار الأول أحباب في الله ثم تضغط على Next تضغط على Next مرة أخرى ثم تضغط على Apple وتنتظر قليلا وسوف يطلب منك عدد تشغيل للحاسوب كما سوف تشاهدون يعني سوف تضغط على الدون على أساس عدد تشغيل للحاسوب إذا كنت لا تريد يعني عدد تشغيل للحاسوب فتقوم بوضع إزالة العلام على هذا الخيار بل يعني يجب عليك يعني إذا كنت تريد يعني مشاهدة فرق كبير أن تقوم بعادة تشغيل للحاسوب وضع العلام على الاختيار ثم تضغط على الدون طبعا شخصيا لن أقوم بآتي العملية لحتى لا أفقد يعني ما قمت بتصويري بعد ذلك أحبابي في الله بعد أن تقوم بعد التشغيل للحاسوب يعني قم بقياس مرة أخرى سرعة الأنترنت على حاسوبك بالضغط على كونيكسيون ثم تضعت على ستارت وحاول مقارنة سرعة التحميل وسرعة الرفع يعني بالقيم التي قمت بقياسها قبل تثبيتك للبرنامج قبل وضع الإعدادات التي شرحناها أحبابي في الله وسوف تشاهد مما لا شك فيه يعني بأنه البرنامج يعني يقوم يعني بتسريع الأنترنت بشكل يعني ملحوظ يعني ليس بشكل جيد كما قد يفهم الكثير لكن يعني يحاول يعني إعطائك سرعة أنترنت نوعا ما مقبولة أحبابي لا أكثر مما كانت يعني عليه يعني على حاسوبك طبعا كما أشرت يعني وظيفته أنه يقوم بيعني سحب الأنترنت سرعة الأنترنت من الشبكة التي أنت شخصيا متصل فيها يعني طبعا يعني البرنامج بهم جمعة من الخصائص إذا كنت تستعمل أيضا يعني مثلا أنترنت إكسبلوري فيمكن لك يعني تسريع الأنترنت عليه عبر هذا الخيار يعني هذه الأدات أيضا إذا كنت تريد أن يقوم البرنامج بقياس استهلاكك للأنترنت يوميا هذا الخيار يعني لمشاهدات يعني جميع البرامج التي تستهلك الأنترنت على حاسوبك كما سوف تشاهدون طبعا يعني بعد تطبيقك كما أشرت لهذه الخطوات ويعني أذكر حتى تشاهد يعني فرق وتشاهد فعلا يعني وظيفة البرنامج إذا كان يشتغل بشكل جيد فحول يعني أن تقوم بقياس سرعة أنترنت قبل استعمالك لهذا البرنامج وبعد استعمالك للبرنامج وحول أن تشاهد فرق يعني من ملشك كفيف سوف تشاهد يعني فرق كبير جدا وعن تجربة شخصية أتمنى الدرس قد أفدكم لا تنسوا في الأخير دائما زيارتنا على موقعنا ودبل فيديو الفيديو للي بونتيك لخمسة بونتو كوم والإزمال على صحتنا على فيسبوك فيسبوك كنتكم سلاش وحارفة 181 فور إذن لا تنسى الاشتراك في قناتي حطي تسلوك دائما جديد الفيديوهات في أمان الله